بعد سنوات من توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة أكبر اقتصادين في العالم جلس الرئيس الأمريكي جو بايدن على طاولة الاجتماعات في قاعة روسفيل بالبيت الأبيض وبدأ قمة افتراضية مع نظيره الصيني شي جين بينغ حاول الجانبان خلالها إذابة الجليد عن العلاقات بين بلديهما والتوصل إلى مقاربات في الملفات الخلافية عبر الشاشات كان لقاء طال انتظاره تبانت لغته بين التحذيرات والتهدئة بايدن أكد على مسؤولية البلدين بتجنب حدوث أي صراع قد ينعكس على العالم بأسره وليس فقط على الولايات المتحدة والصين مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين الرئيس الأمريكي الذي وصف الشي بالصديق القديم عبر له عن قلق واشنطن من قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والانتهاكات التي تمارس بحق الأقليات في الصين وشدد على مسؤولية الزعيمين الضمان عدم انحراف العلاقات بين البلدين وتشريع الباب أمام صراع مفتوح أما شي فقد بدى مبتسما أثناء اللقاء لكن الاجتماع لم يخلو من التشنج إذ حذر الزعيم الصيني من اتخاذ إجراءات حاسمة إذا تجاوزت القوى المؤيدة لاستقلال تايوان ما سماه الخط الأحمر لكنه أكد في الوقت ذاته على أهمية استمرار التعاون بين واشنطن وبكين باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم وعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي ملفات عدة فاقمت التوتر بين واشنطن وبكين أهمها أزمة جزيرة تايوان التي تحظى بدعم أمريكي وصل إلى مرحلة التسليح فيما تعتبرها الصين جزءا منها وصراع النفوذ في بحر الصين الجنوبي والحرب التجارية التي تفجرت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ووعد بايدن خلال حملته الانتخابية بإنهائها لصالح بلاده إضافة إلى قضية حقوق الأورغور المسلمين والانتهاكات التي تمارسها الصين تجاههم وتفشي وباء كورونا الذي تتهم الولايات المتحدة الصين بإخفاء معلومات مهمة بشأن أصله وتفشيه وأخيرا الصراع السيبراني الذي أصبح يهدد القوى الغربية بشكل عام جميع هذه الملفات كانت على طاولة المباحثات بين الزعيمين دون الإعلان عن أي اتفاق ترجمة نانسي قنقر